اسمحوا لي أيضاً أن أرحب بضيفين كريم ما ينضم إلينا في ملف اليوم السيد سكوت سيمتسون المسؤول السابق في البينتاجون الأمريكي أهلاً بك معنا في ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية وفي حال استكمال بايدن لهذه الانتخابات عدم رضوخه لتلك الضغوط التي تمارس عليه ما مدى احتمالات فوزه بعد اكتساب ترامب شعبية كبيرة للغاية عقب محاولة اغتياله شكراً جزيلاً على هذا التساؤل في محله بالطبع وشكراً جزيلاً على هذه الاستضافة الكريمة الأمر يبدو أن الرئيس بايدن يبدو أن نرى أنه يحاول الاستماتة حتى النصر في هذه الانتخابات حتى أن ترامب يحصل على مزيد من الفرص وأسهمه تزداد في الرأي العام ولكن في كثير من الولايات هناك دعم كبير وهناك هذه الولايات المتأرجحة تقرر في النهاية النتائج النهائية يمكن أن تقرر النتائج لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر بالطبع هذه الولايات هي الحاسمة هي الولايات المتأرجحة التي تقرر مصير هذه الانتخابات وبالطبع لقد كان هناك نقاش محتدم من جانب الحزب الجمهوري في هذا الشأن هل أضحى ترامب بما قاب قوسين أو أدنى أو اقترب كثيرا من الجلوس في المكتب البيضوي برأيك؟ حتى اليوم دائما ما يكون هناك بعض الأمور التي تتغير فجأة ولكن حتى اليوم يمكن أن نفترض أن دونالد ترامب هو الرئيس القادم ربما تتغير على مدار الفترة الماضية إذا ما تنحى السيد بايدن ربما تكون هناك الكثير من الفعاليات السياسية من الآن حتى وصولا إلى شهر نوفمبر